تقدم ذكرنا فهر وأنه له ثلاثة أبناء غالب ابن فهر ومحارب ابن فهر وحارث ابن فهر طبعا تقدم الكلام عن حارث وعن محارب والآن جاء دور غالب ابن فهر قال وغالب له لؤين انتما وتيمني الذي يسمى الأدرما فإن تريد له لؤين انتما لؤي هو يعني عمود النسب وتيم هو أخوه كما أن غالب هو عمود النسب ومحارب وحارث اخوة عمود النسب عمود النسب يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم أو رأس النسب قال وغالب له لؤين انتما وتيمني الذي يسمى الأدرما سمي تيم الأدرم الأدرم معناه نقص في العظام وتيم كان يعني ذقنه ناقصا فسمي تيم الأدرم ثم قال فإن تريد عزول لتيم الأدرمي فلا تقل تيمي ولكن أدرمي أنا أضحك من هؤلاء اللي يمشون معي خليكم تشوفونهم طيب قال فإن تريد عزول لتيم الأدرمي فلا تقل تيمي ولكن أدرمي يعني أن تيم الأدرمي ينسب إليه بالقول الأدرمي يقال فلان للأدرمي ولا يقال التيمي مع أن اسمه تيم لأن هناك تيم بن مره والنسبة إلى تيم بن مره هو التيمي فالنسبة للأدرمي للتيم الأدرمي الأدرمي والنسبة لتيم بن مره الذين هم رهطوا أبي بكر الصديق التيمي ورهطوا طلحة ابن عبيد الله فإن تريد عزول لتيم الأدرمي فلا تقل تيمي ولكن أدرمي ثم قال ومنهم ابن خطل الذي أمر بقتله النبي أرحم البشر يعني ومن تيم الأدرم ابن خطل وابن خطل الصواب في اسمه أنه عبد الله وعبد العزة عبد الله بعد إسلامه وعبد العزة قبل إسلامه عبد الله بن هلال بن خطل مسمى عبد العزة في الجاهلية سمي عبد العزة يعني مسمى على عمه عبد العزة بن خطل وإلا هو اسمه عبد العزة بن هلال بن خطل ولذلك جاءت في الروايات اختلاف في هذه التسمية فمنهم من سماه عبد الله بن خطل ومنهم من سماه عبد العزة بن خطل ومنهم من سماه عبد الله بن هلال بن خطل والذي يجمع هذه المعاني أن اسمه عبد الله بن هلال بن خطل وهذا يسمه بعد الإسلام بعدما أسلم ثم ارتد وكان هذا الذي يسمه النبي عبد الله بن خطل كان اسمه عبد العزة فلما أسلم سمه النبي عبد الله واستعمله على الصدقة فذهب ومعه رجل خزاعي وأخذ الصدقة من الناس الزكاة ثم قتل عدى على الخزاعي وقتله وذهب بالصدقة طبعا قتله لأنه لم يعمله غدان وجده نائما فشد عليه وقتله ثم قال لأن رجعت إلى محمد لا يقتلني به ثم هرب بالصدقة وجاء إلى أهل مكة وقال لماذا جئت؟ قالوا الله ما وجدت دينا خيرا من دينكم ثم جلس في مكة وكان له قينتان وكان يأمر هاتين القينتين بالغناء في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريش يأتونه ويشربون الخمر عنده ويسمرون في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد عبد الله بن خطل فليقتله فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر وبعد خطته جاءه رجل وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقتلوه وكان هذا القتل مستحقا يعني كان يستحق القتل لعدد من الأمور أولا لأنه قتل رجلا عمدا فيستحق القتل الأمر الثاني لأنه ارتد عن الإسلام إلى الكفر وحكم الردة أن صاحبها يقتل طبعا مع ذا الاستتابع لكن هذا الرجل أيضا كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر القينتين بالغناء في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحق القتل أيضا فكل هذه الأمور تدعو إلى قتله فقتله الصحابة وهو متعلق بأستار الكعبة هذا ابن خطل وأما الآخر المذكور في الأبيات وهو ابن شييم بكسر الشين وابن شييم الذين للمسشهد مع أمنا يوم الجمل يعني ومنهم ومن بني تيم الأدرم ابن شييم بكسر الشين وكسر الياء الأولى وإسكان الثاني وفتح الياء الأولى وإسكان الثاني وهو عبد الله ابن شييم هذا من بني تيم الأدرم وقد استشهد مع أمنا عائشة وهو يدافع عنها رضي الله عنه ورضي الله عنها يوم معركة الجمل وابن شييم الذي نال الأمل مسشهدا مع أمنا يوم الجمل هذا آخر ما عندنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر